اختتمت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اجتماعاتها بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة لمدة ثلاث سنوات مقبلة هذا وأعلن المستشار أحمد منع الأمين العام لمجلس النواب أنه تقرر تقديم موعد عقاد الجلسة العامة للمجلس ليكون بعد غد الخميس لمناقشة تقرير اللجنة بعد اجتماعات مراثونية على مدار ستة أيام متواصلة اختتمت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب اجتماعاتها بالموافقة على برنامج الحكومة الجديدة لمدة ثلاث سنوات مقبلة تنتهي في عام الفين وسبعة وعشرين المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة وجه الشكر والتقدير للوزراء الذين عرضوا رؤية الحكومة الجديدة بمصدقية ووضوح مشيرا إلى وجود تنصيق متبادل بين أعضاء الحكومة الجديدة في جميع الملفات مما يبعث بالتفاؤل للشارع المصري إحدى عشرة جلسة مطولة عقدتها اللجنة البرلمانية لبحث برنامج الحكومة الذي ضم أربعة محاول رئيسية تشمل حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني اللجنة استمعت لشرح مفصل عن خطة الوزراء بالحكومة لتنفيذ مستهدفات الدولة في مواصلة بناء الجمهورية الجديدة من جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن أعمال اللجنة الخاصة لم تقف عند دراسة برنامج الحكومة فحسب لكنها عبرت عن ممارسة تشريعية ورقابية جدة وقدمت نموذجاً ديمقراطياً يليق بمكانة مجلس النواب ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها للعرض على مجلس النواب بجلسته القادمة وحسب المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يصدر المجلس قراره في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضائه خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه وفي جميع الأحوال يجب أن تزيد المدة على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها